اشتركوا في القناة لم يتمكن العالم أمبير من تفسيرها وبقى قانونه غير مكتمل سوف نطلعكم على أعمال أمبير وهمية قانونه ونستعرض المشكلة التي واجهت قانون أمبير وكيف فكر ماكسويل في حلها ليكشف عن علاقة هامة بين المجالات الكهربية والمعناطسية بأسلوب مبسط كالمعتاد سنقسم حلقة اليوم إلى المواضيع التالية شرح قانون أمبير المشكلة التي واجهت قانون أمبير ثم ماكسويل يقدم الحل ما هو تيار الإزاحة ولماذا سماهوا ماكسويل بهذا الاسم ثم شرح معادلة ماكسويل أمبير التكاملية وشرح معادلة ماكسويل أمبير التفاضلية وقبل أن نبدأ حلقة اليوم أنصح بالاطلاع على الحلقات السابقة حول معادلات ماكسويل وسأضع لكم رابط لكل حلقة في صندوق الوصف قبل العام 1820 كانت المصادر الوحيدة المعروفة للمجالات المغناطسية هي المغناطس الطبيعي وبعض المواد الحديدية التي يتم مغناططها بطريقة أو بأفرة وفي العام 1820 وصل إلى مسامع الفيزيائي الفرنسي أندريه أمبير أن هانز أورستيد في الدنمارك لاحظ بطريق الصدفة وقوة الملاحظة انحراف إبرة بوصل ماناطسية عن طريق تمرير تيار كهربي قريب منها وفي غضون أسبوع بدأ أمبير إجراء تجارب لتحديد العلاقة بين التيارات الكهربية والمجال المغربي ومن ضمن التجارب العديدة التي قام بها أمبير كان تمرير تيار كهربي في سلكين متوازيين حيث لاحظ انجزاب السلكين عندما كان التيار يمر بهما في نفس الاتجاه وعند مرور التيار الكهرب عبر السلكين في اتجاهين مدعاكسين تنافر السلكة وأود أن أشير هنا إلى أنك لن تلاحظ هذا التجازب أو التنافر بين الأسلاك المتجاورة في البيت لأن شدة التيار الكهرب فيها لا يتعدى 3 أمبير وحتى نرى قوة التجازب أو التنافر نحتاج إلى تمرير تيار كهربية قد يصل إلى 100 أمبير ولفترة قصيرة جدا لأن هذا التيار يرفع درجة الحرارة بشكل كبير ولهذا لا تفكر بعمل تجربة إلا بوجود متخصص وإن كنت ترغب في مشاهدة شرح مفصل لهذه التجربة سأترك لك في صندوق الوصف رابط لهذه التجربة وتفسيرها الفيزيائي ومن ضمن هذه التجارب الأخرى التي أجراها أمبير هو قيامه بلف سيليك معدني على شكل ملف حلزوني نعرفه الآن باسم سلونويد ووجد أن الجزء الداخلي من الملف يتصرف كما لو أنه معناطيس وعندما وضع السيليك على شكل حلقة يمر بها تيارا كهربيا وجد أنها تدور وهذه هي فكرة عمل الموتور الكهربي المستخدم في الخلاط وفي المروحة الكهربائية وفي مضخة الماء والكثير الكثير من الأجهزة المنزلية هل تعرف لماذا يدور الملف الحلقي في داخل مجال الملف الحلزوني المغناطيسي؟ سأترك لك التفكير في الإجابة على هذا الاستفسار وسأضع في صندوق الوصف رابط محاضرة تشرح الموضوع بالتفصيل ليسهل عليك التوصل إلى الإجابة الدقيقة هذه التجارب التي أجراها أمبير قادته لاكتشاف أحد أهم القوانين في الكهرومانسية والذي يعرف باسمه قانون أمبير تجدر الإشارة هنا إلى أن هناك قوانين هامة في الكهربية والمغناطيسية وهي قوانين متنابع فقانون كولوم على سبيل المثال يستخدم في حساب المجال الكهربي لشحنة مجموعة من الشفنات النقطية ولدينا في المقابل قانون بيوسافار لحساب المجال المغناطيس الناتج عن عنصر من سلك يمر فيه تيارا كهربيا كما ولدينا قانون جاوس لحساب المجال الكهربي لتوزيع متصل من الشفنات تتحقق فيها درجة عالية من التماثل وفي المقابل قانون أمبير لحساب المجال المغناطيسي لحالات تحقق درجة عالية من التماثل أيضا والآن هذا هو قانون أمبير والذي ينص على أن التكامل الخطي على مسار مغلق لحاصل الضرب القياسي لمتجه المجال المغناطيسي بي في متجه عنصر صغير دي أل من هذا المسار يساوي مجموعة التيارات الكهربية داخل هذا المسار في معامل السماحية للفراغ ميو نوت وهذا القانون يتيح لنا حساب العلاقة بين التيار الكهربال مارفي سلك والمجال المغناطيسي المتوند عنه ولتوضيح الأمر بشكل مختصر اعتبر سلكا مستقيما يمر فيه تيارا كهربائيا وأردت أن تجد مقدار المجال المغناطيسي عند مسافة تبعد عن السلك ولنقل أنها آر هنا مثلا وهذه هي وظيفة قانون أمبير والآن لتطبق قانون أمبير سوف نختار مسار دائر مغلق يحيط بالسلك ونصف قطره آر ومن ثم نقوم بتقسيم هذا المسار لعناصر صنيرة نقدار كل عنصر منها دي أل ونحدد المجال المغناطيسي عند كل عنصر باستخدام قاعدة اليد اليمنى حيث نجعل إصبع الإبهام يشير إلى اتجاه التيار الكعربي في السلك ودوران باقي أصابع اليد هو اتجاه دوران المجال المغناطيسي على المصار المغلق ولأن الضرب هنا ضرب قياسي فإننا بحاجة إلى إيجاد الزاوية بين متجه المجال المغناطيسي ومتجه عنصر الطول دي أل وهذه الزاوية تساوي الصفر لأن كل المتجهين المجال المغناطيسي وعنصر إزاحة دي أل في نفس الاتجاه وبالتالي نكتب القانون بالصورة التالية فإن جيد تمام الصفر هو واحد ولأن المجال المغناطيسي بي ثابت على كل عناصر المسار الدائري فيمكن إخراجه خارج إشارة التكامل وتصبح المعادلة عن الشكل الموضح وعلينا إيجاد مقدار التكامل وهو محيط المسار الدائري والذي يساوي 2 باي في نصف القطر R أما الطرف الأيمن من المعادلة فهو مقدار التيار داخل المسار المغلق إذن يكون المجال المغناطيسي لأي نقطة حول السلك تعطى من خلال العلاقة بي تساوي ميونوت في قيمة التيار آي مقسومة على 2 باي في R لنصف القطر ويمكن تطبيق هذا القانون على أشكال مختلفة من الأسلاك التي تحقق درجة عالية من التماثل مثل السيلونويد والتيرويد وهذه المعادلات التي تظهر أمامك على الشاشة تم الحصول عليها بتطبيق قانون أمبير لكل حالة ويعتبر السيلونويد والتيرويد من العناصر الهامة في التطبيقات الكهربائية والإلكترونية فلا تخلو دائرة كهربائية منها لما لها من تطبيقات كثيرة المشكلة في قانون أمبير مع كل هذه الإنجازات والتطبيقات التي توصل لها أمبير من خلال قانونه إلا أن هذه المعادلة لم تكن كاملة وفي جزء التالي سوف نبين ما هي العقبة التي واجهت قانون أمبير وكيف حيرته وحيرت العلماء في ذلك الوقت وكيف تمكن ماكسويل من حل هذه المعضلة تخيل معي الحالة التالية وهي عند شحن المكثف الكهربي ولنعتبر مكثف كهربي مكون من صفيحتين دائريتين وإن المكثف في حالة شحن والآن لنقم بحساب المجال المغناطيسي أثناء عملية الشحن عند نقطتين ولتكن النقطة الأولى بي ولنفترض أنها هنا مثلا وبتطبيق قانون أمبير نحصل على مقدار المجال المغناطيسي والذي يساوي ميو نوت في التيار مقسوما على 2 باي في أر كما نعلم والآن لنختار نقطة أخرى كيو على محاذاة النقطة بي ولكن عند منطقة بين صفيحتين المكثف هنا مثلا وبتطبيق قانون أمبير سنحصل على أن المجال المغناطيسي يساوي صفر لأن على مسار مغلق يمر بالنقطة التي نرغب في الحصول على المجال المغناطيسي عندها لا يكون داخل هذا المسار المغلق أي تيار كهربي وبالتالي قانون أمبير يعطي الإجابة صفر أي أنه لا يوجد مجال مغناطيسي في المنطقة بين صفيحتين إذن المجال المغناطيسي تبقى لقانون أمبير يكون صفرا عند النقطة كيو وهذا سبب مشكلة كبيرة لأن التجربة العملية تقول أن هناك مجالا مغناطيسيا وتم قياسه بدقة باستخدام جهاز قياس شدة المجال المغناطيسي إذن قانون أمبير لم يتوافق مع الملاحظة العملية في هذه الحالة وبالتالي لم يحقق القانون كل الحالات ونقول قانون أمبير صحيح لحالات خاصة ولكن ليس لكل الحالات لم يتمكن أمبير أو أي من العلماء في ذلك الوقت من تفسير ما يحدث وكيف يكون هناك مجالا مغناطيسيا بدون تيار كهرامي الحل الذي قدمه ماكسويل هنا يتدخل ماكسويل ويقول ربما التيار ليس الشيء الوحيد الذي يولد مجالا مغناطيسيا ربما هناك شيئا آخر يولد المجال المغناطيسي وهنا فكر ماكسويل بطريقة المقارنة مع المجال الكهربي حيث قال أن مصدر المجال الكهربي هو الشحنة الكهربية سواء الموجبة أو السالبة وهذه الشحنات تولد مجال كهربي ولكن سبق وأن رأينا في الحلقة السابقة حول معادلة ماكسويل فرادية أنه يمكن الحصول أيضا على مجال كهربي من مصدر آخر غير الشحنة إنه التغير في التدفق المغناطيسي الذي ولد مجالا كهربيا وبنفس الطريقة فكر ماكسويل أنه يمكن توليد مجال معناطيسي بالطريقة المعاكسة لتوليد المجال الكهربي وهو أن التغير في التدفق الكهربي يولد مجالا مغناطيسيا وبالعودة إلى شحن المكثف نجد أنه يتولد بين لوحي المكثف مجالا كهربيا وهذا المجال الكهربي متغير مع الزمن لأنه مع مرور الوقت تزداد الشحن على صفيحة المكثف ومنها يزداد مقدار المجال الكهربي بين الصفيحتين وبما أن المجال الكهربي يزداد إذن التدفق الكهربي يتغير بالزيادة ويحدث العكس تماما عند تفريغ المكثف إذن يكون لدينا مجال كهربي متغير مع الزمن ومن هنا تمكن ماكسو من تفسير النتائج العملية لرصد مجالا مغناطسيا في المنطقة لا يوجد فيها سيليك يمر فيه تيار ولكن يوجد فيه تغير في المجال الكهربي ولهذا قام ماكسو بتعديل صيغة قانون أمبير وأضاف له حد جديد ليشمل التغير في المجال الكهربي وهذا الحد هو ميونوت في إبسلون نوت في معدل التغير في التدفق الكهربي وكانت إضافة الثابت إبسلون نوت حتى يحقف اتزان الأبعاد أي أن وحدات الطرف الأيمن يجب أن تساوي وحدات الطرف الأيسر وبالتالي أصبح للحد إبسلون نوت في معدل التغير في التدفق الكهربي وحدة التيار وهي الأمبير فأطلق ماكسو من على هذا الحد مصطلح تيار الإزاحة على أنه نوع من التيار يتدفق بين نوحي المكثل والسبب في اختيار ماكسويل لهذا المصطلح تيار الإزاحة يرجع إلى اعتقاد ماكسويل في ذلك الوقت أنه نالك وسط من الأثير في كل مكان من الكون حتى بين لوحي المكثف وكان يعتقد أنه مع تغيير التدفق الكهربي فإن جزيئات الأثير هي التي يتم إزاحتها وربما كان هذا هو السبب في اعتقاده بوجود نوع من التيار لذا أطلق عليه تيار الإزاحة ولكن بالطبع اليوم نعلم أنه لا يوجد وسط من الأثير وأن هناك فراغا حقيقيا بين هذين اللوحين ولا يوجد تيارا حقيقيا بل هو تغيير في المجال الكهربي أثناء عملية الشحن ومع ذلك استمر استخدام مصطلح تيار الإزاحة لتمييزه عن تيار التوصيل الذي يمر في المادة الموصلة كان العالم أمبير والعديد من الأشخاص الآخرين يعتقدون أنه يوجد مصدر واحد فقط للمجال المغناطيسي وهو التيار الكهربي ولكن اليوم نعلم أن هذا ليس صحوحا إذن هناك طريقة أخرى لتوليد المجال المغناطيسي من خلال تغيير التدفق الكهربي وبهذا عدل ماكسو القانون أمبير ليكون على الصورة التكاملية التالية التكامل على الطرف الأيسر من المعادلة هو التكامل الخطي للمجال المغناطيسي على طول مسار مغلق طوله L وهو يكافئ القوة الدافعة المغناطيسية أو الجهد المغناطيسي وعلى الجانب الأيمن أضاف ماكسو للحد الثاني وهو التغيير في تدفق المجال الكهربي من خلال التكامل على سطح مغلق لحاصل الضرب القياسي لمتجه المجال في متجه عنصر المساحة مضروبا في ثابت السماحية وثابت النفذية للفراغ ومن خلال هذه المعادلة يظهر لنا حدين أحدهما ناتج عن مرور التيار الكهربي في سيليك والآخر ناتج عن تغيير التدفق الكهربي لذلك تنص المعادلة الوابعة من معادلات ماكسويل على أن المجال المغناطيسي يتولد بواسطة التيارات الكهربية وأيضا بواسطة المجال الكهربي المتغير أما الصيغة التفاضلية لمعادلة ماكسويل أمبير فهي على الصورة الموضحة حاصل الضرب الاتجاهي للمؤثر التفاضلي نيبلا في متجه المجال المغناطيسي وكل من نيبلا والضرب الاتجاهي هو الدوران أو بالإنجليزية الكيرل وهو يعني دوران المجال المغناطيسي يعطي كمية متجهة تحدد اتجاه دوران المجال المغناطيسي في الفراغ ومقداره الذي يعتمد على الطرف الأيمن من المعادلة والذي يساوي كثافة التيار الكهربي وكثافة التيار الكهربي هي التيار الكهربي على وحدة المساحات مضروبة في ثابت النفاذية للفراغ ميو نوت زائد الحد الثاني الذي أضافه ماكسويل على قانون أمبير وهو التغير في المجال الكهربي بثابتي السماحية والنفاذية للفراغ ميو نوت وإبسلون نوت وهذه المعادلة أيضا تخبرنا أن مقدار واتجاه دوران المجال المغناطيسي يحدث بطريقتين إما بواسطة كثافة التيار المغناطيسي أو بواسطة المجال الكهربي المتغير مع الزمن الفكرة الرئيسية في هذه المعادلة هي أن التيار الكهربي أو التدفق الكهربي المتغير عبر سطح ما ينتج حقلا مغناطيسيا دائريا حول أي مسار يحيط بهذا السطح وهذه المعادلة هي صورة مرآل قانون فردي فبدلا من أن يؤدي المجال المغناطيسي المتغير إلى مجال كهربي دوراني كما جاء في معادلة ماكسويل الثالثة لدينا هنا في المعادلة الرابعة لماكسويل المجال الكهربي المتغير يؤدي إلى مجال مغناطيسي دوراني وهكذا نقول قد وصلنا إلى نهاية الحلتنا مع المعادلة الرابعة من معادلات ماكسويل حيث استعرضنا معا كيف أن التيارات الكهربائية والمجالات المغناطيسية تترابط بشكل متيش وفتحت عالم من التطبيقات التي لامست حياتنا وكلما فهمنا الكون بشكل أعمق كلما تطورت أدواتنا معادلات ماكسويل ليست مجرد الموز الرياضية بل هي الأساس لفهمنا للطاقة والموجات والضوء لذا أنصح بمشاهدة هذه الحلقات وتدوين الملاحظات لأنها تشكل ركن أساسيا في فهم الكثير من الظواهر التي سوف نستعرضها خلال هذه السلسلة من حلقات تبسيط منفهيم الفيزياء إن كنت قد وصلت إلى هنا فإنني أشكرك على المتابعة لأن هذا يساعد خوارزميات اليوتيوب على نشر الفيديو ليصل إلى أكبر عدد ممكن أتمنى أن تكون قد استمتعت بهذه الحلقة بشكل خاص ولا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإنزالات حتى لا يفوتك أي من الحلقات الشيقة القادمة شكرا على متابعتك ونتطلع لرؤيتك في مزيد من الفيديوهات القادمة وحتى ذلك الوقت أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته